نكمل معكم في موبايلات من وجه نظري شايفها تظلمت في سنة عشرين دلاتة وعشرين على الرغم من انها فعلا بتقدم تجربة كويسة وعيوبها تعتبر قليلة جدا وفي موبايلات فيهم ما فيهاش عيوب ولكن سعرها زي ما قلته هو اللي ودهاها في سكة تانية خالص غير السكة اللي كانت متخططة لها. قبل ما قول لك اي حاجة اكيد نلساش لايكك سبسكرايبك الراية واتفع على الجرس شكرايك وصل لكم الناديم كل جديد واكيد لو عجبك الفكرة دي تحت الفيديو في كومنتو وكتب لي خلاص هانا اتقربنا عن مية الف اتمنى ان احنا نقدر نوصل مية الف خلال السنة دي بازن الله وكالعادة خلالكوش رفت بصير اللي دي. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قراطة امك ريبيوز واول موبايل شايفه مظلوم من وجه نظري هو من شركة اوبو وهو الوبو رينو اي تي ولكن النسخة الفايف جي. اولا النسخة دي ما نزلتش ضمان محل في مصر. كل النسخ اللي موجودة هي ضمان دولي. ولكن اول ما الموبايل ده نزل كان بيتكلم في خمستاشر الف جنيه. في حين ان كانت في موبايلات اصلا موجودة معه في نفس الفاقة السعرية بتقدم مواصفات اقوى منه على الرغم زي ما قلت لك من ان الموبايل مواصفاته ممتازة عن الموبايل بيقدم شاشة اموليد مية وعشرين هارتس كيرفيد. الموبايل بيقدم معالج سناف دراجون ستمية خمسة وتسعين يعتبر كويس بالنسبة لاستخدامك مع كمان بالنسبة لتجربة الالعاب هيقضيك بدون اي مشاكل بس لو انت المعالج ده هتكون محتاج اقوى منه لان هو مش احسن حاجة في تجربة الجيمر وخصوصا انك بتدفع خمستاشر الف زي ما قلت لك. هنا بقى في الفاقة السعرية دي كان فيه عندك كان فيه عندك ارخص منه بحوالي تلات تلاف جنيه وبيقدم معالج اقوى منه. بعد كده بدأ ينزل وراء موبايل من كان بيقدم معالج اقوى منه وفي نفس الفئة السعرية بتاعته. اي نعم مع الوقت الرينو اي تي فايف جي بدأ سعره ينزل لحد الاثناشر الف جنيه. ولكن برضو ما زال معه في الفئة السعرية الاوبورينو اي تي العادي اللي بمهالج اقوى. ما زال معه برضو من شركة الريلمي الريلمي انيفنج ترو العادي اللي برضو بيقدم خلطة اعتبر كويسة جدا. فده كان مصعب المنافسة على الاوبورينو اي تي من وجهة نظري مع انه فعلا موبايل تجربته وتعتبر ممتازة. شايف ان الموبايل ده لو تصعر بتسعير ملطقي احسن من كده من اول ما نزل كان زمانه من الموبايلات الكويسة اللي انا نفس برشحل اي حد ممكن يشتريها. اما بالنسبة للموبايل بعد كده فده اكتر موبايل حرفيا انا زعلت عليه بسبب تسعيره لان فعلا الموبايل ده قوي جدا من شركة بس للاسف التسعير ما جاهز زي يمانا بتمنى هو الرلمي جي تي سري. الموبايل ده يعتبر فيه كل حاجة كل حاجة حرفيا. شاشة اموليد مية اربعة واربعين هرتز فول اتش دي بلاس يعني اعلى على شاشة اموليد في الفئة المتوسطة. موبايل بيقدم معالج سناب دراجون معالج قوي اعتبر تاني اقوى معالج بعد موبايل بيجي بسرعة شاحن مجنون امتين واربعين واط وبالطرية اربعة وتمينمية ميلا امبير او اربعة تلاف وستمية ميلا امبير تقريما وفي من النسخة تانية خمس تلاف ميلا امبير مع شاحن مية وخمسين واط. ولكن انا كان تركيزي على الشاحن المتين واربعين واط على النسخة دي بالتحديد. في كل حاجة انت كان ممكن تدور عليها في موبايل فى متوسطة. كنت بتمنى ان الموبايل ده ينزل تحت العشرين الف جنيه ولكن اتصدامت لما لقيت الموبايل ده تصعر بسبعة وعشرين الف جنيه في السوق المصري اول من نزل. وحاليا هو سعره بيتكلم فارمعة وعشرين الف جنيه تقريبا او خمسة وعشرين الف جنيه لسه برضو مازالت سعره يعتبر عالي. فده من ضمن الحاجات اللي وقعت الموبايل ده على الرغم زي ما قلت لك من ان الموبايل ده فعلا ممتاز من احسن موبايلات ريلمي في الفقى المتوسطة عامة وهو اصلا فاي دولة تانية سعره كويس جدا وفي الفقى المتوسطة. ولكن زي ما قلت لك في السوق المصري الموبايل اتصعر تسعير مبالغ فيه فبالتاني محققش المطلوب منه من وجهة نظري او مخدش الشغرة اللي كان المفروض يخدها على كمية المواصفات القوية اللي الموبايل ده بيقدمها. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو ال اوبو رينو تين برو النسخة الفايف جي اللي حصل ان الموبايل ده كويس وتوليفة ممتازة من اوبو مع معانج سناف درجون سبعة سبعة ثبانية شاشة امونت مية وعشرين كاميرات قوية وممتازة مع كاميرا اساسية وكاميرا الترويد وكاميرا للتقريب الموبايل في كمية مواصفاته اعتبار كويسة جدا ولكن اشكلته بقى ان كان في خل اصغر الرينو تين ارخص منه بفرق ملحوظ وبيقدم سماعات ستينيو على الرغم من ان ال اوبو رينو تين برو اللي المفروض افضل في الكاميرا وافضل في الاداة وافضل في كل حاجة ما كانش للاسف بيقدم سماعات ستينيو وفرق السعر كبير موبايل نزل في فئة سعرية في العشريات اكتر حاجة فعلا ان ظلمته من وجهة لازري بعد السعر على طول ان شركة اوبو تشيل السماعات الستيريو من النسخة البرو وتحطها في النسخة العادية ده كان شيء مش مفهوم تماما مفيش حاجة سماع ان النسخة البرو تكون اقل من النسخة العادية ومتشال منها شوية تضحية عندك موبايلين كمان من سلسلة الريدني من شاومي شايفه من ظلم وجدا الريدني توالف العادي والريدني نوت توالف برو بلاس وده اللي شايفه اتظلم اكتر بكتير من اي موبايل تاني من شاولا نبدأ برنادن توالف اللي كان اول منزل كان سعره يعتبر منطقي كان بيتكلم في نص الكمس تلاف بداية سيئة تلاف جنيه ولكن مع زيادة الاسعار ومع الوقت ولقيت ان الموبايل في بعض الاحيان بيوصل لتمن تلاف جنيه او نعم الموبايل تصميمه من الازاز مختلف عن اي موبايل تاني بس هل تصميم من الازاز كافي ان يخلي موبايل بمواصفات موبايلات في فئة 7 تلاف جنيه او اقل من 7000 جنيه يتعرض ب8000 جنيه هل ده منطقي هل ده ممكن يخلي الموبايل ده يبيع على الرغم من اني بقولك ان تجربت الموبايل ده كويسة يعني سلسلة الريدمي 12 والنوت 12 السلسلة كلها بتاعة الريدمي السنة دي كانت كويسة مفاش وشكل كبير زي سلسلة النوت 11 ولانا شفت من النوت 11 ليه التسعير يكون بالمنظر ده على موبايل لو كنه اتصعر بس في فئة 6000 او سبت على الفئة السعرية دي كان زمانه من احسن واوضل للموبايلات اللي انه شخصيا برا الشحعة في الفئة السعرية دي اما بقى باللزبا للريدمي نوت 12 برو بلاس فده من وجهة نظر اللي اخد اكبر ظلم من شاومي السنة دي لان الموبايل ده تصعر ب16000 جنيه لو انت بسيت على موبايلات شاومي في السوق المصري وامتابع هتلاقي ان في موبايل كان جاي برضو زيه بضمان دولي البوكو اكس فايف برو عايز اقول ان البوكو كاداء اقوى كان مواصفاته على ورق وكلام من ده وتجربة كاميرات البوكو اكس فايف برو افضل كمان وكان البوكو ساعتها بيتكلم في 12000 جنيه وكان الريدمي نوت 12 برو بلاس بيتكلم في 16000 جنيه وكل التسويق رايح للكاميرا الميتين ميجا بيكسل على الرغم من ان البوكو بيجي بكاميرا 108 ولكن نتائج الصور النهائية اللي بتطلع للبوكو افضل وكمان البوكو في اداء الالعاب والاداء اليومي افضل من وجهة نظري الريدمي نوت ونفو برو بلاس ما كانش بتفوق في اي حاجة زرف الشاحن المية وعشرين واط والتصميم الازاز غير كده بقى البوكو بيتفوق في باقية الحانات التانية وفرق سعر مش قليل اربع تلات جنيه حرفيا او يمكن اكتر من اربع تلات جنيه كمان فده شايفوا اكتر موبايل مظلوم فعلا من شاومي على الرغم من ان الموبايل فعلا ممتاز ما فوش اي مشكلة من وجهة نظري بس كنت اقول عنين ممتاز لو كان بيتكلم فتلاتاشر اطلاشر لكن ستاشر الف جنيه شايف انها بعيدة وخصوصا ان تجربة الكاميرات في الفئة السعرية بتاعة ستاشر الف جنيه من الموبايلات التانية تكتسح الريدمي نوت ونفو برو بلاس في رأيه ومن وجهة نظري ان شاومي حاول يراجعوا حساباتهم السنة الجديدة وينزلوا الموبايلات في اسعار تعتبر منطقية ويرجعوا كده شاومي بتاع الزمان بتاعة القيمة وقابل سعر اللي انا ما عارتش بشوفها حاليا اخر موبايلين بقى هم مش وحشين تماما والله كويسين ولكن برضو اسعاره مبالغ فيها هو الشاومي سيرتين تي والشاومي سيرتين تي برو اللي شاومي اعلنت عنهم مؤخرا في مصر والاتنين بضمان محلي بس بتتكلم في الشاومي سيرتين تي خمسة وعشرين الف جنيه والشاومي سيرتين تي برو بواحد وتلاتين الف جنيه يعني فاضل كم الف وتوصل للموبايلات الفلاكشب فاعز ما كان الشاومي سيرتين تي برو بيتكلم في واحد وتلاتين الف جنيه وتلاتين الف جنيه كان السامسونج استوين تسري الترا بيتكلم في ستة وتلاتين الف جنيه على فرق خمس تلات جنيه ده موبايل فلاكشيب وده موبايل فلاكشيب كيلر او موبايل قاتل للفلاكشيب فرق كاميرات فرق شاشة فرق خامات فرق كل حاجة انت بتدور على وخصوصا كمان ان الاستوين تسري الترا ده موبايل من الموبايلات المؤسرة خلال السنة كلها وصعب موبايل من شاومي في الفئة بتاعة الفلاكشيب كيلر ينافس موبايل في لاكشب اساسا من شركة متمرسة في حتة النات قدم موبايلات في لاكشب. عشان كده السيرتين تي برو تظلم. اما باب النزمة للسيرتين تي نزل بخمسة وعشرين الف جنيه و هنا موجود الريالمي جي تي سري. اللي بقدمه وصفات اقوى منه بفرق ملحوظ. والن اتنين سعرهم قريب من بعض. والريالمي بيقدم حاجات انت مش هتشوفها اصلا في السوق المصري او مش هنشوف زيها زي الشاحن المتين واربعين. انا عارف ان السيرتين تي بيقدمه على قوي ده يوميستي تمنتلاف ومتين اولترا. ولكن اسناب درجون اتجين وان بلس مع شاحن متين واربعين واط مع شاشة امولد مية اربعة واربعين هرتز. كل ده في موبايل واحد بنفس السيرتين تي. مخصوصا السوفتوير اللي الاستقر. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خلت السيرتين تي فشل. من وجهة نظر فلوطة المبعات ومعتقدش ان في الناس كتير اشتريته. ودي النقط برضو نفس الحكاية اللي خلت السيرتين تي برو فشل تسعير شاومي الغلط جدا. خلال سالة عشرين تلاتة وعشرين. انا مش شفتش من شاومي تسعير عد للصراحة غير ريد منو في الفترة محدودة اللي هو العادي. وبعد كده التسعير بدأ يبقى مبالغ فيه ويهبل ويعلى اعلى بكتير من المطلوب. وبس كده. اكيد طبعا تأخن الفيديو لو عبك السلسلة دي تحت الفيديو في كومنت واكتب لي نعمل منها اجزاء كمان لان في اكيد موبايلات لسه كتير اتظلمت من وجهة نظري وحققتش المطلوب منها وكالعادة انتظرني فيديو جديد. السلام.